السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سنوضح فقط بعض الأخبار التي تروج وهي أخبار شائعة حول امتحانات المتعلقة بالتعليم العالي خاصة بالطلبة هناك بيان حقيقة هذه الأخبار جم طرف وزير التربية الوطنية إذن شنو كيقول هذا البيان هذا خلافا لما جاء في مقال لموقع نيوز بريس نشر اليوم تحت عنوان عاجل أمزازي يأمر بنصب الخيام وتقسيم طلبة وتوفير مع قيمة الإجراء امتحانات ربما أنكم تكونوا سمعتوا هذا الخبر كي تداول في التواصل الاجتماعي حيث يزعم كاتب أنا السيد سعد أمزازي وزير التربية الوطنية لآخر ما يهم هنا هو فاد الفقراري فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أحتنفي نفيا قاطعا أن يكون سيد الوزير قد وجه أي مراسلة تتضمن المعطيات التي جاءت في المقال وإذ تقدم وزارة هذا التوضيح فإنها تجد الدعوة إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار إذن ذك شنو سمعتوا عن امتحانات بخصوص تعليم العالي فرا ما كنش ماشي صحيح هذا شي فقط إشاعات ما عارش في مغوي صلوات الإشاعات ولكن العموم بزاف دي الطلبة لقينا المشكل بقوا كي يسولوا يفكروا وشتشي بالصحة ولا لا ما كن حتى شي حاجة الوزارة كتقول ما كن حتى شي حاجة رسمية إذا نردوا البال من هاد إشاعات را اكتلوا هاد ليامات هادو حاولوا ما أمكن تحروا أي خبر قبل ما تنشروه طبيعي الحال وتأكدوا كيف هاش يتأكدوا من الأخبار اللي صحيحة اللي عندها علاقة بتعليم دخلوا الست دي الوزارة www.go.com.ar را الست دي الوزارة را معروف دخلوا إلا لقيتوا شي خبر تمارها صحيح إلا ما لقيتوش تمارها ما كن حتى شي حاجة اللي عندها علاقة بهذا الموضوع دي التعليم بنفس شي بنسبة للقناة أنا كن حاول ما أمكن نوضح لكم بزاف دي الأمور من بيني الإشاعات باش ما تتقيقوهمش سوى بنسبة لابتداء ولا الإعدادي ولا التعليم العالي أو أيضا بنسبة الأخبار أي خبر جديد را تصلوا به إن شاء الله فقط حاولوا ما أمكن تأبونه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد بنسبة لبعض أسئلة اللي كيتطرحوا بزاف ما كن حتى شي جديد لا بنسبة لامتحان الوطني ولا بنسبة لامتحان الجهوي ما كن حتى شي جديد إلى هات الساعة فش كان سجل هذا الفيديو هذا متفقن ولكن أي جديد هل نحاول ما أمكن نبرتاجي معكم كانتمنى أنكم تبرتاجوا هذا الفيديو مع الأصدقاء دي لكم باش يستفدوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته